فقدان حاسة من حواسنا ما كيمنعناش منعيش حياة طبيعية بالرغم من بعض الصعوبات ولكن بعد المرات كتكون دافع لإبراز الدات وتحسين طريقة التواصل مع الناس بالإرادة والقدرة والعزيمة أحد جمعيات لرعاية السم تعرفنا على أطفال كيعانيهم من فقدان حاسة تسمعوا النطق بحلقة على الأطفال هم أطفال كيعيشوا حياة عادية كيقروا كيلعبوا وعندهم هوايات وطموح تنضم بالفقدان حاسة تسمع ماشي إعاقة حيث لو كانت إعاقة ما كانش يمكن لهاد الأطفال يتواصلوا مع الناس وتكون عندهم حياة طبيعية يمرشوا فيها هواياتهم وطموحاتهم ويحقوا أحلامهم حيث الإعاقة لا تشكل عائق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر